تتعاملوا زي مع الالتفاف على جزئية الفطورة يعني مثلاً أنا لما أجي وأضرب لحرارة المثال على أرض الواقع لما أجي أشتري أميس أو بدلة أو أي شيء من أي محل ويقول إن بالفطورة ممكن تدفع مثلاً مبلغ فلاني 100 مثلاً من غير الفطورة هتدفع 80 وده بيحصل تتعاملوا زي ما؟ هو بيحصل وعايز أقول إن دي أخطاء ممولين لكن الممول ده المفروض إنه هو مسجل ضريبياً سواء مسجل في القيمة المضافة أو مسجل في ضريبة الدخل في الفترة القادمة لما أقول لحضرتك أنا عايز مجتمع يكون فيه فطورة إلكترونية بالتأكيد هيبقى غصب عنه حيعمل الفطورة صح لأنه هو بالنسبة له كإراد هي بالنسبة للشخص الآخر اللي بيتحاسب أيضاً مصروف وبالتالي هيبقى مهتم أكتر بأنه ياخد الفطورة سليمة مهل فطورة سليمة بس فيه فواتير مش بتتعمل فيه جزء كبير من الفواتير مش بتعمل فبالتالي فيه جزء كبير مهضر يمكن مراجعة السادة الفاحصين على مستوى المأموريات الضرائب هنا لهم دور كبير مكافة التهرب الضريبي بتشتغل شغل عالي جداً في الفترة الحالية لكشف أي تلاعب يتم في الفواتير يمكن في الفترة السابقة يمكن بنقول كشفنا أكتر من مصدر بيطلع فواتير وهمية أو فواتير غير مسجلة على فكرة القانون بينص صراحة قانون واحد السين لسنة ألفين وخمسة بينص صراحة على إدانة الممول بالحبس الجريمة هنا فيها حبس للممول والمحاسب اللي يخفي فواتير أو يتطلع فواتير وهمية اللي بيتم ضبطها بالفعل بالزبط حبس بالحبس العقوبة الأساسية فيها حبس طب نوضح له لأنه ممكن يقول أن دي أموال طلعة مني بدون وجه حق وضح له يعني إيه أهمية الضرائب اللي أنت بتدفعها ما تخلينا أقول أن الضرائب هي المصدر الأول لمصر في تحقيق الإرادات أنا النهاردة يمكن معالي الوزير في مداخلة قريبة قال قد إيه إحنا بندفع حوالي 880 مليار فوائد للقروض اللي إحنا بناخدها إحنا عندنا مصرفات الموازنة العامة الجديدة حوالي مليار ألف مليار ومتين مليون ومتين مليار ألف ومتين مليار يعني بنتكلم في أرقام أعلى يعني تريليون ومتين مليار أعلى من كل إراداتنا اللي دخلها 989 مليار الفارق ده كله وجيب ده كله عبارة عن فوائد وغرامات احنا بتتحملها بتروح له في الصحة بتروح له في المستشفيات مصروفة في المستشفيات مصروفة في التعليم مصروفة في المدارس مصروفة في الطرق وبسم الله إن شاء الله نقدر نقول في شبكة الطرق في مصر في الخلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا محترمة جدا لسه كنا من شوية بنتكلم على قانون التأمين الصحي قانون التأمين الصحي هو بيتكفل العلاج الكامل للمواطن مجانا في الأساس الضرائب